نقول ألف مبروك للهلال، مبروك للأرقام، مبروك للإحصائيات، مبروك للإنجاز، مبروك للثبات في المستوى، مبروك للعمل التكاملي، مبروك للأمير الوليد اللي في كل مرة نسمع إش كان يقول قبل هذه المواسم ونشوف اليوم على أرض الواقع نعي أن هذا الرجل اختار رجالات على مستوى عالي جدا تقود دفة الإدارة في نادي الهلال وهذا نتاج عملهم، هذا نتاج اختياراتهم أن تتزرع واليوم جاء وقت الحصاد، أعتقد الفريق يتكلم عن نفسه الفريق اليوم يهيمن على المباراة، سواء كان في نسبة الاستحبات 67% مقابل 27% تتكلم عن الفرص 9 فرص، تتكلم عن عدد حتى الضربات الزاوية الفريق يهيمن، ومع هذا ومع هذا الفريق مجموعة منه يعني يمكن أنا أختلف شوي مع أي أحد يقول أنه فقط اليوم دور لا، ترى سياسة التدوير قسس بدأ فيها مبكرا من بعد التوقف وهو ماشي على هذه السياسة يمكن الوحيد الذي اليوم أنا بالنسبة لي أعتقد، افتقدته الجبهة اليسرى سالم الذي نسمع أنه مصاب وإن شاء الله يعود بالسلامة لأنه سالم يحتاج الهلال لاحظ أنه لاعب محلي واليوم تفتقده غالبا أنت تفتقد اللاعب الأجانب أو المحترفين حتى المنتقب يحتاج سالم، أعتقد ما قدمه الهلال نظير عمل تراكمي تبغى تعرف الاختلاف اللي موجود عند الهلال شوفه بعد التوقف أنا بالنسبة لي الفريق الوحيد اللي انتهى أو قبل التوقف وبعد التوقف واحد في الرتم في توقيت التدوير في جاهزية العناصر حتى في المنافسة على مستوى المركز أعتقد أرقام الهلال، العمل لما تشوف قصص زعلان على الدكة يعرف أن الهدف اللي في راس قصص أكبر مما يقدم اللاعبين في الملعب لما تشوف نفيز يسجل يعني أترى نفيز لو سجلت عادة وصار الفرق عشر عن أقرب واحد تركض تبجيب الثاني ليس يعني ثقافة الانتصار موجودة زروعة عند اللاعبين تشوف ما تزرع في التمرين وفي حصص المدرب لللاعبين تجني داخل الملعب من جدية من مثابرة من اهتمام من وصول إلى الهدف اللي انت تبغى توصلنا